رجل أعمال تريء ورغم أمواله وأملاكه كان لا يتصدق على فقير عكس زوجته وأبنائه حيث كانوا يتصدقون ويعطفون على الفقراء والمحتاجين دون أن يعلم الأب ولكن ابنته الكبرى والتي تعمل سكرتيرة له صارحته ببخله وخطأه وحذرته بالعاقبة في الدنيا والآخرة إن لم يشعر بالفقراء وذكرته بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا فاستمع إليها واكتفى بالصمت وفي إحدى ليالي الشتاء الباردة أعطت الإبنة أمرا لمحاسب شركة والدها بشراء عدد من البطاطين والملابس الشتوية لتوزيعها على أسر فقيرة تعرفها وأيضا تخصيص مبلغ مالي لإعطائه بعض المحتاجين وقبل تنفيذ الأمر فوجئت بوالدها يرفض مطالبها متعللا بالخسارات المتكررة في الوقت الأخير وتعرضه لأزمات مالية كثيرة فغضبت الإبنة وحزنت وفي طريقها إلى البيت مع أبيها داخل سيارته انفجرت بالبكاء وقالت لأبيها يا أبي أنا أرافقك في البيت والعمل وربما في كل مكان وأشعر دائما بما أنت فيه من هم وقلق ومرض وخوف من المنافسين وشك في الأصدقاء وحزن بسبب خسائر صفقات كنت تتوقع لها الربح أنت لا تهدأ ولا تشعر بسعادة أبدا ولك أكثر من طبيب وتعيش بالمهدئات والأدوية كل هذا يا أبي بسبب ابتعادك عن الله وتحيولك على أوامره وعدم إخراج زكاة أموالك وأرباحك من قبل انظر إلي وإلى أمي وإخوتي دائما في سعادة وليس لنا هم إلا أنت عد إلى الله واهتم بالصلاة والزكاة وفوض الأمر كله لله وسيبعد عنك بقدرته كل الوساوس وكل شر استمع الأب لابنته ولم ينطق بكلمة ولحظت الإبنة تساقط الدموع من عينيه فشعرت بأنها قست عليه وعند وصولهما للبيت فوجئت الإبنة بوالدها يعتذر لها ويعيدها بأنه سيتصدق ويهتم بكل محتاج ثم ذهب وتوضأ وصلى وقضى الليلة يستغفر ويدعو الله أن يعفو عنه وفي الصباح نادى على ابنته وقال لها في سعادة لقد قرأت اليوم حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم سأعمل به دائما إن أردت أن يرين قلبك فأطعم المسكين وامسح رأس اليتيم ثم ذهب الأب إلى أكثر من أرملة وتكفل بالإنفاق على أبنائهن وبعد أشهر قليلة وجد ماله يتزايد وعوض كل الخسائر الماضية كما شفاه الله من الأمراض التي أصابته وأزاح عنه همومه وأحزانه وقلقه المستمر ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إن ما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون في إحدى القرى تزوج الشقيقان في بيت أبيهما أنجب الأكبر وكان صالحا تقيا ولدا وبنتا وأنجب الأصغر ابنا واحدا ومع صعوبة المعيشة قرر الأخ الأكبر السفر إلى الخليج للعمل والإنفاق على زوجته وابنيه بينما استأجر الأخ الأصغر قطعة أرض ليقوم بزرعتها وبعد سنوات تيسرت الأحوال المادية مع الأخ الأكبر فكان يبعث بالمال لشقيقه ليشتري الأراضي ويقوم بزرعتها واستمر على هذا الحال حتى وسع الله على الشقيقين وأصبح من ملاك الأراضي وبعد فترة زمنية عاد الأخ الأكبر من الخليج عودة نهائية وقرر الاستقرار مع أسرته فكان أول ما قام به هو أن كتب ورقة لأخيه بأن له نصف ما يملك من الأراضي ثم اشترى بيتا بالمدينة وانتقل وأسرته إليه وعمل بالمدينة دون أن يفكر فيما يملك من أراضي فهي في أمان مع أخيه الوحيد كما كان يعتقد إلى أن مرت به ضائقة مالية ففكر بالسفر إلى أخيه بالقرية ليبيع جزءا من أرضه فكانت المفاجأة عندما قال شقيقه له أنا الذي ضيعت عمري في هذه الأرض وواجهت المشاكل فيها صدم الأخ الأكبر من موقفي وكلام أخيه فلم يكن يتوقع أن يأتي الغدر من أقرب الناس إليه والذي كان يؤثره على نفسه وبحضور رجال العائلة تقرر الثلث للأخ الأكبر والباقي لأخيه وذلك لأن الأخ الأكبر كان لا يملك أوراقا حيث كان يرسل المال لأخيه ويستأمنه عليه حزن الشقيق الأكبر ومرض في القرية في بيت أبيه الذي تنازل عن نصيبه فيه لأخيه الأصغر عند مغادرته وأسرته للمدينة وبعد ثلاثة أيام عاد إلى أسرته وكان وجهه مليئا بالنور والفرحة والرضا مما أثار دهشة أسرته حيث كان يتصل بهم من القرية وهو في حزن شديد فسألته زوجته هل حصلنا على أرضنا كاملة فقال لزوجته وابنيه بل حصلت على أعظم من ذلك فأثناء حزني ومرضي وبعد أن صليت العشاء في المسجد وعدت إلى بيت أبي محملا بالحزن أقمت الليلة كما هي عادتي ثم نمت فإذا بي أرى في منام رسول الله صلى الله عليه وسلم يهون علي ما لقيت فاستيقظت وصليت الفجر ثم جئت إليكم راضيا بما قسم الله لي مسامحا في حق الذي ضاع وبعد أسبوع فوجئت الأسرة بالأخ الأسر يأتي ومعه ولده مريضا لا يستطيع الحركة أو الكلام وقال لأخيه هذه ورقة أتنازل فيها عن كل الأرض فقط أريدك أن تسامحني لقد مرض ولدي عند مغادرتك القرية مباشرة وذهبت لأكثر من طبيب ولم يستطع أحد منهم معرفة مرضه إلا أن شيخ قريتنا التقي الذي تعرفه جيدا قال لي هذا نتيجة ظلمك لأخيك اذهب واطلب منه مسامحتك فورا حزن الأخ الأكبر لما أصاب ابن أخيه واحتضنه فقام ابن أخيه بتقبيله والحديث معه وسط تهليل وتكبير الأسرة ثم أقسم الأخ الأكبر لأخيه بأنه يحبه ويسامحه من كل قلبه ونصحه بالابتعاد عن ظلم الناس وذكره بحديث رسولنا الكريم إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته ونضع الموازين القصط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين يقول أخ تائب لقد من الله علي وأنقذني من النار بعدما كان بيني وبينها ذراع أو أقرب لقد كنا ثلاثة أصدقاء اتفقنا في أشياء كثيرة سيئة إلا أنني اختلفت عنهما في تمسك بالصلاة في أوقاتها وحاولت كثيرا أن أقنعهما بإقامة الصلاة والمحافظة عليها لأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر ولكنهما كان لا يهتمان بنصائحي لهما لأنهما انشغل عنها بالمعاصي كان صاحبي يسافران كل عام إلى إحدى الدول المجاورة وهناك كان يفعلان جميع الفواحش من شرب خمر وزنة ولعب للميسر وغير ذلك وفي كل عام كان يعرضان علي السفر معهما إلا أنني كنت أرفض ويسافران وحدهما ولكنهما استطاعا هذه المرة أن يخنعان بالسفر معهما فقررنا السفر بالسيارة هذا العام ليسهل علينا التحرك والاستمتاع إلى أقصى الدرجة وركبنا السيارة وقطعنا الكيلومترات حتى لم يعد إلا القليل وكنت أجلس في الكرسي الخلفي وزميلاي في الكرسي الأمامي وأثناء الطريق نمت قليلا وفجأة عندما استيقظت وقعت عيناي على لوحة الطريق التي توضح المسافات بين المدن وقد قرأت وأنا في غاية الذهول مئة وخمسون كيلو مترا على جهنم فصرخت قائلا يا الله ثم قفزت من مقعد وقلت لصاحبي ألم تقرأ؟ فقال ماذا؟ قلت لوحة الطريق مكتوب عليها مئة وخمسون كيلو مترا على جهنم فضحك وقال لي إنك مرهق وتحتاج للنوم وما رأيته تخيلات لا أكثر فالتزمت الصمت ثم أخذتني غفوة ثانية وبعد مسافة خمسين كيلو مترا استيقظت فجأة وقد جاءت اللوحة الثانية جاءت لينقذني الله بها حيث قرأت مئة كيلو متر على جهنم وهنا أخذت أقنع صاحبي على الرجوع والتوبة إلى الله وأن هذا تحذير من الله سبحانه وتعالى لنا إلا أنهما لم يستجيب لي وعند ذلك صممت على النزول من السيارة والرجوع وصرخت فيهما أنزلاني هنا فأنزلاني ومضيا وهما في غاية الدهشة والاستغراب من أمري بعد أن نزلت انتظرت على الطريق ما يقارب الساعة وفجأة شاهدت شاحنة كبيرة قادمة نحوي فحمدت الله ووقف لي السائق وركبت معه لم يكلمني السائق ولكنه كان يردد إنا لله وإنا إليه راجعون فسألته ماذا حدث فقال لي سيارة على الطريق المقابل استضمت واحترقت بمن فيها وحاولت مساعدتهما ولكن النار التهمتهما فقلت له وأنا في حزن شديد ما لون هذه السيارة وكانت المفاجأة إنها سيارة صديقي وهنا أخذت أبكي وأحمد الله العلي القدير النجاني بفضله ورحمته أولا ثم بفضل صلاتي التي كنت أحافظ عليها دائما وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير كانت الخنساء قبل ظهور الإسلام قد اشتهرت بقصائدها في رتاء أخويها معاوية وصخر لدرجة أنها جعلت حياتها في سبيل أخيها الذي فارق الوجود ومع ظهور الإسلام أسلمت مع وفد من قومها وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسن إسلامها وتركت الشعر جانبا واشتغلت بتلاوة القرآن الكريم وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وفي السنة الرابعة عشرة من الهجرة في عهد الفاروق عمر بن الخطاب حضرت موقعة القادسية بين المسلمين والفرس ومعها بنوها الأربعة فقالت لهم حين نادى سعد بن أبي وقاس رضي الله عنه حي على الجهاد يا بني لقد أسلمتم طائعين وهاجرتم مختارين وقد تعلمون ما أعد الله للمسلمين من الثواب الجزيل والأجر العظيم في حرب الكافرين واعلموا أن الدار الباقية خير من الدار الفانية فإذا أصبحتم غدا إن شاء الله سالمين فاغدوا إلى قتال عدوكم مستبصرين وبالله على أعدائه مستنصرين وأعنتهم بكل ما استطاعت من قوة مادية ومعنوية وزودتهم بالنصائح الغالية وغرست في نفوسهم حب الاستشهاد في سبيل الله فأقبلوا على الحرب يتوسطون جموع العدو ويضربون فوق الأعناق بكل قوة وشراسة لا يبالون أسقطوا على الموت أم سقط الموت عليهم لقد قدمتهم جميعا إلى المعارك ولم تدخر منهم أحدا يخدمها ويقوم بشأنها لأنها تحسن التوكل على الله وتثق في فضله العظيم وترجو من أعماق قلبها أن ينتصر المسلمون نصرا عزيزا وبعد انتهاء المعركة سألت الخنساء عن أبنائها الأربعة فأخبروها أنهم قد استشهدوا جميعا فتلقت هذا الخبر بالصبر والرضا والجلد واحتسبتهم عند الله ولم ترثهم كما كانت ترثي أخاها صخرا في الجاهلية وإنما قالت الحمد لله الذي شرفني باستشهادهم وأرجو من ربي أن يجمعني بهم في مستقر رحمته وظلت الخنساء مشغولة بذكر الله تعالى وتلاوة القرآن حتى لقيت ربها محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود لذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما في لفلة عصفة شديدة البرودة كان هناك طبيب شاب ساهرا في طوارئ إحدى المستشفيات الصغيرة وفجأة دخلت عليه سيدة كبيرة في العمر تبدو عليها مظاهر الإجهاد والمرض ويظهر من ملابسها وهيئتها حالتها المادية البسيطة وكان معها شاب في الثلاثين من عمره يبدو عليه هو الآخر علامات التعب وقلة النوم اقترب الطبيب من المريضة وسألها عما يؤلمها فأجابته بصوت متعب أعتقد أن السكر والضغط مرتفعان ابتسم لها الطبيب في هدوء وبدأ الكشف عليها بهذه الأثناء رن هاتف الشاب فخرج من غرفة الكشف معتدرا بأدب حتى يجيب على الهاتف وبعد دقائق معدودة عاد إلى الغرفة وعيونه تمتلئ بالدموع دون أن ينطق بكلمة واحدة ثم سأل الطبيب باهتمام عن حالة المريضة فأخبره الطبيب أنها بحاجة ضرورية إلى الأنسلين وهو غير متوفر في المستشفى فقال الشاب سوف أحضره حالا من الصيدرية فقالت له السيدة ولكن البرد قارص بالخارج يا بني لا أريدك أن تتعذب يكفي ما قمت به من أجلي حتى الآن أجابها الشاب بلا تفكير المهم سلامتك وعندما انصرف الشاب قال لها الطبيب إن من واجبه رعايتك فأنت أمه أجابته السيدة أنا لست أمة لقد كنت آتية إلى هنا في هذا الجو البارد سيرا على قدمي حتى أوفر ثمن المواصلات فتوقف هذا الشاب جانبي بسيارته وعرض علي أن يقوم بتوصيري إلى المكان الذي أريده وهو يذهب ليحضر الدواء ويدفع ثمنه من جيبه الخاص وبعد مرور دقائق معدودة عاد الشاب ومعه الأنسلين ومن جديد رن هاتفه فخرج ليجيب ثم عاد هذه المرة وعلى وجهه ابتسامة عريضة وهو يردد الحمد لله الحمد لله أشكرك يا رب اقترب الطبيب منه وسأله ما الموضوع؟ لقد خرجت في المرة الأولى لترد على الهاتف ثم عدت حزينا كأيبة ولكنك في هذه المرة أراك مسرورا قال الشاب أنا أعمل في هذه المدينة بينما زوجتي تعيش في بيتنا في مدينة أخرى وهي حامل بعد سبع سنوات من الزواج واليوم هو يوم ولادتها وقد نزفت دماء كثيرة وفي الاتصال الأول أخبروني أن حالتها خطيرة وتحتاج إلى دم ولا يوجد من فصيلة دمها في المستشفى وخلال طريقي إلى الصيدلية لأقوم بإحضار الأنسلين دعوت الله عز وجل وتوسلت إليه وأنا أبكي كي ينجيها وينجي المولود القادم وفي الاتصال الثاني بعدما عدت بالأنسلين أخبروني أن ثلاثة أشخاص غرباء من جمعية التبرع بالدم دخلوا فجأة ومعهم أكياس دم للتبرع للمستشفى من جميع الفصائل والحمد لله تم إنقاذ زوجتي وابني وهم الآن بصحة تامة والحمد لله قال الطبيب والدموع تنساب من عينيه الخير الذي فعلته مع هذه السيدة عاد إليك بالخير وبأسرع مما تتوقع وقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معصر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون ومن خالق غير الله ومن خالق غير الله ومن خالق غير الله ومن خالق غير الله